اشتركوا في القناة يعني باقي 12 كلمة باللغة الالمانية فمطلوب منكم يعني خلال 5 دقائق ان تعرفوا ما هذه الكلمات فتستطيعون ايقاف الفيديو الان لحل المسألة وبعدها تابعوا الفيديو وسوف يكون هناك الحل فلنبدأ الكلمة الثانية بورتمونيز بورتمونيز يعني محافظ يعني محافظ نقود الكلمة الثالثة هوتيل تسما هوتيل تسما يعني غرفة في الفندق الكلمة الرابعة رايز باس رايز باس يعني جواز الصفر الكلمة الخامسة زونن بريلا زونن بريلا يعني نظارة شمسية الكلمة السادسة كلي كلي يعني قلم الحبر الجاف الكلمة السابعة هندي هندي وهو الجوال أو الخلوي الهاتف النقل الكلمة الثامنة فلوك تيكت فلوك تيكت يعني تذكرة الطيران الكلمة التاسعة بوست كارتر بوست كارتر يعني بطاقة بريدية الكلمة العاشرة شتات بلان شتات بلان وهي خريطة المدينة الكلمة الحادية عشر فيزيتن كارتر فيزيتن كارتر وهي بطاقات التعريف أو البزنس كارتر تسمى أيضا بالإنجليزية بطاقات التعرفة يكون مكتوب فيها اسم الشخص وماذا يعمل ورقم الهاتف وهكذا الكلمة الثانية عشر كريديت كارتر كريديت كارتر وهي بطاقات الاعتمان الكلمة الثالثة عشر بوخ بوخ يعني كتاب والآن سوف نضع هذه الكلمات في تمرين وهو كالتالي فهنا سوف نضع بالفراغات الكلمات التي وجدناها الجملة الأولى انتشولدغون كان اش ام فلوكزوج مين كمبيوتر بنوثن انتشولدغون كان اش ام فلوكزوج مين كمبيوتر بنوثن يعني المعذرة هل استطيعنا استخدم الكومبيوتر في الطائرة فهنا استخدمنا كلمة كومبيوتر الجملة الثانية فقستس وثم فراغ اندين وثم فراغ نيشت ولا دو كالس نيشت فليغن يعني لا تنسى هذا وذاك لانك لا تستطيع ان تطير او ان تذهب بالطيران او تسافر طيرانا فما هو الشيء الذي يجب ان لا ننسى فقستس فلوك تيكت يعني تذكرت الطائرة وجواز الصفر رقم ثلاثة في شون ام اولاب كان ايش اين وثم فراغ لازن يعني هذا جميل في العطلة استطيع وثم قراءة لازن ماذا نستطيع ان نقرأ نستطيع ان نقرأ كتاب نعم بوخ رقم اربعة وو از دين دي كانت شتراسة وو از دين دي كانت شتراسة اين هو شارع كانت هي ان ديني هنا بالقرب هستو كان وثم فراغ يعني لا يوجد عندك ماذا حتى نعرف اين هو الشارع نعم شتاد بلان خريطة المدينة رقم خمسة دو فليكس ناخ ايطاليا دو فليكس ناخ ايطاليا يعني هل انت مسافر الى ايطاليا فقس داين وثم فراغ نيخت يعني لا تنسى وثم دوت اس فوليس فهناك الجو رائع فما الشيء الذي ينبغي عليه ان لا ينسى زون انبريلا زون انبريلا نظارة شمسية بتش رايب مي اين يعني اكتب لي لو سمحت ماذا او من الاجازة او من العطلة اكتب لي شيء ما هذا الشيء هو بوست كارت بوست كارت رقم سبعة ها من زي شون اين ثم فراغ فمي رزا فيت ها من زي شون اين فمي رزا فيت يعني حجز لي ماذا حجز لي فلنعرف نقرأ الجملة التالية 2 يعني عند رحلتي في سویسرا اخذ معي اثنان ماذا مت ما هي الاشياء التي اخذ معي وثم اتابع الجملة 1 فر شوائز فرانكن وإنس وإنس فور ايرو فهنا سوف اخذ معي ماذا سوف اخذ معي بورتمونيز بورتمونيز يعني سوف اخذ معي محفظتان للنقود 2 بورتمونيز رقم تسعة كونن في زی انجنف ارائحن كونن في زی انجنف ارائحن يعني نستطيع التواصل معك في جينيف مدينة جينيف في سویسرا يا همزي مانه وثم فراغ نمه همزي مانه هندي نمه نعم هندي نمه رقم عشرة بتسالن زی ارائحن با او دا مت يعني تدفع الفاتورة نقدا ام مع ماذا مع كردیت كارت بتسالن زی ارائحن با او دا مت كردیت كارت اش شراب جز دی بوست كارت انا اكتب الان بطاقات البريد او بطاقات معايدة هنه سوفت اقون بیزیتن كارت دارف اینن مانی بیزیتن كارت بیزیتن بیزیتن وها هیه كما قلنن بیزیتن كارت بطاقات التعریف عن النفس او بیزیتن كارت تسمیه ایضا هادا كان درس اليوم نراكم ان شاء الله في دروس قادمة شکرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله